بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء شعبنا اليمنية العظيم في الداخل والخارج كل التهانية المخلصة لكم بهذا اليوم الوطني المجيد الثاني والعشرين من مايو الذي نتحدث فيه إليكم اعتزازا ووفاءا لتضحيات قادتنا العظام الذين توجوا أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر بتحقيق الحلم والتأكيد على واحدية المسار والمصير وفي كل عام نلتقي عشية هذه المناسبة للتذكير بعظمة ذلك الرعيل الخالد وامتنانا لشجاعتهم في صنع هذا المنجز بعد سنوات من النضال والكفاح واعتذارا عن الأخطاء الجسيمة التي رافقت مسيرته وانفتاحا على كل الخيارات لإصلاح مساره وتمكين أبناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لقد كان يخواننا الجنوبيون سباقونا إلى الوحدة تنشئة وفكرا ونضالا وظلوا مخلصين لها ولا يمكن أن يكونوا مخطئين في ذلك وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب الصيف 1994 لذلك كان اليوم الثاني والعشرين من مايو وسيظل يوم عيد من أجل أولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال من أجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر الميليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الأبواب استعدادا لاجتياح المحافظات الجنوبية والمحررة تحت شعارها الزائف الوحدة أو الموت الذي ترفعه الميليشيات لتبرير اعتداءاتها مثلما كانت ولا تزال ترفع شعار مقاومة العدوان للتغطية على حربها ضد الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومواصل انتهاكاتها الفضيعة لحقوق الإنسان والتربح من اقتصاد الحرب والمتاجر بمعاناة الناس بينما تستعين بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الذين أمعنوا في تدمير بلدنا وجعلوا منه أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ تخادمهم معا بالانقلاب على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 واستمرارهم برفض أي فرصة للسلام والوفاق والتعايش بين اليمنين إنني يؤكد بصفتي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي أن الاحتفال بيوم الوحدة ليس نزوعا للمكايدة السياسية أو الإقصاء وإنما التزاما بقوة الدستور والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليميا ودوليا ومرجعيات المرحلة الانتقالية وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود لقد حان الوقت أيها الأخوات والإخوة لتعلم الدرس والإنصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من أجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من أجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة بل من أجل عادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة والمواطنة المتساوية والحقوق والحريات لهذا فنحن ندرك تماما أنه حينما تخرج السياسات عن الأهداف وتتغير القناعات وتتضخم الالتزامات والمظالم فإن من واجبنا الاستجابة لتلك المتغيرات وخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم كعمل جماعي يعترف بالآخر وحقه في المشاركة والاختلاف ويلتزم بتصحيح المسار وفقا للإرادة الشعبية الحرة أيها الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنها انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلاة وإنني أشيد في هذه المناسبة بموقف إخواني أعظام إجلس القيادة الرئاسي وكافة القوى الحاملة للقضية الجنوبية وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة وإنصافها وجعلها أساسا للحل بموقف إعلان نقل السلطة واتفاق ونتائج مشاورات الرياض وتأكيدا على هذا النهج فقد أصدرنا جملة قرارات هدفها جبر الضرر ويعادة الاعتبار للشراكة وتحقيق العدالة وفقا لمخرجات الحوار الوطني ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية وذلك بإعادة وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994 ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات المنسقة مع الدوائر والصناديق المعنية ومجتمع المانحين لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات ومن المقرر خلال الفترة المقبلة أن نمضي في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تعالج المجيد من المظالم وذلك في إطار سياسة أشمل تهدف إلى تحقيق الأصلاح المؤسسي وتعزيز الحكم اللامركزي في عموم المحافظات المحررة وفوق ذلك فإن الدولة للتحادية التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي أرضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة التي قدمت بموقيبها الأطراف الاعتذار والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره أجيتها الأخوات المواطنات أيها الأخوة المواطنون إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الدعم لها ولا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعها أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإقراءاتها الأحادية المميتة بدءا بمنع تداول طبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقع تحت سيطرتها وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي ولهذا يتوجب علينا جميعا بعد مرور ثلاث عقود على تأسيس كياننا السياسي الراهن أن نميز بحكمة وشجاعة بين النزعة الوحدوية الصادقة التي تنظر إلى اليمنيين كأخوة أنداد وشركة وبين النزوع الآحادي التدميري الذي يشطر البلد وشعبه إلى شقين غير متكافئين سادة وعبيد مركز وأطراف أصل وفرع متغلبون وتابعون إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعظم أجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب وعلينا أن لا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا أيها الأخوات والأخوة إن الجنوب القوي والمتماسك مع باقي المدن والمناطق المحررة يشكل نقطة انطلاق إضافية للتحالف الجمهوري العريض بعدما تحولت المحافظات الجنوبية إلى ملاذ لملايين النازحين الفارين من بطش الميليشيات الحوثية وأرضا للباحثين عن حياة آمنة وسبل العيش الكريم من أبناء المحافظات الشمالية كما أن وجود السلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمؤسسات الوطنية العصرية هي الضمان الحاسم لاستمرار الدعم السياسي لقضايان العادلة وتدفق المساعدات وتسهيل انتقال اليمنيين عبر الأقطار والقارات أيها الشعب اليمني العظيم وسط كل هذه البستجدات والتحديات لا يجب أن ننشغل في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن مهامنا المرتبطة بحياة المواطنين وأن نعمل على تحسين الخدمات ومصادر العيش وتخفيف المعاناة والسيطرة على التضخم واستقرار العملة الوطنية التي سنتلقى دعماً مشجعاً من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي إن الوفاء بالتدخلات الحكومية الضرورية ستظل أولوية قصوى وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين والاستعداد لفصل الصيف للتوليد المناسب للطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية لها في عدن المحافظات الأخرى وتأمين الاعتمادات المالية لاستيراد السلع الأساسية المنقذة للحياة كما سنمضي في تعاطين الجاد مع جهود السلام الذي يقودها لشقاء في المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع انخيار الردع لأي تهديد عدائي من جانب الميليشيات الحوثية وإننا نهيب بالقوى السياسية استمرار تعزيز الكفافها حول مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل توافقاً وطنياً وسياسياً لهذه المرحلة وأن يكون هدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم إطار عمل جامع وعدم الاستغراق بالمناكفات والسجالات الخطابية والإعلامية في الختام اسمحوا لي أيها الأخوات والأخوة باسمكم جميعاً أن نقدد الشكر والتقدير لأشقعنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر لشعبنا وقيادته السياسية وتطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية وهي تهنية وعرفان بدور أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في ملحمة الصمود الأسطوري ضد الانقلاب وميليشياته وداعميه الإيرانيين ونحن على طريق النصر سائرون بعون الله تعالى الرحمة للشهداء الشفاء للجرحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة